اهلا بحضراتكم مرة تانية عشان ما نساش اتكلم برضو ودي الحقيقة رزيجية حقه لانه عامل سيزن ولا اروع الحقيقة ولد عنده اصرار وعنده عزيمة يحسب لي الحقيقة انه دايما قادر رغم الدخول في مطبات صعبة انه يرجع دايما للمستوى وبعد تقلقه مع اسطنبول باشاك شهير عايز اقول لحضراتكم ان المفاوضات اتفتحت بالفعل ما بين ادارة نادي بشكتاش التركي وما بين اسطنفيلة للحصول على خدمات تريزيجية بداية من الموسم المقبل بعد تقلقه طبعا الموسم ده في اسطنبول باشاك شهير وتبقى لي في عقده مع اسطنفيلة عام واحد فقط وبالتالي حقيقة المفاوضات قد تكون اقرب الى الحدوث في حالة طبعا اتفاق على المقابل المادي يكون تريزيجية في بشكتاش بداية من الموسم المقبل كل التوفيق لرجالتنا النهاردة مباراة مهمة جدا زي ما اتفقت بروفة قوية جدا 180 دي بتفصلكم انتو نجوم النادي الاهلي عن حلم كبير ما اعتقدش انه هيكون فيه انجاز تقدروا تفتكروه على مدار حياتكم طبعا دي لقطة من الجزائر على هون مباشرة عضاء مجلس ادارة النادي الاهلي الوزير العامري فاروق نائب الرئيس خالد مرتاجي اميني السندوق دكتور محمد شوقي طبعا عضو مجلس الادارة وستسرق انديل عضو مجلس الادارة كابتن كابتانو طبعا حسام غالي ان شاء الله باذن الله يكون الفوز النهاردة حلفنا وان شاء الله باذن الله تكون خطوة مهمة من خطوتين بس فاضل على الحلم الكبير مش البطولة التلت بطوطات على التوالي خطوتين كل التركيز ان شاء الله معنا قادرين نحسم البطولة لصالحنا بصرف النظر عن بنواجه مين وبنلعب فين كل التوفيق لأبطالنا ان شاء الله واتمنى ان شاء الله تكون صهرة من الصهرات والأيام اللي ما بتتنسيش الحقيقة من جوالات الاهلي في بطولة دوري الأبطال بتمنى لحضراتكم إن شاء الله وبتمنى إن شاء الله نحن نتقابل المرة اللي جاية ونكون بنحتفل بوصول الأهلي رسمياً للمباراة النهائية شكراً لحضراتكم وعلى المتابعة وعلى كل خير دايماً نتقابل على شاشة الأهلي في السادسة